بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حبينا أعطيكم فكرة على الكلاس السيارة متاع المحرك كي تشريه في المستعمل مش هم الحالات اللي يجب أن تعرفهم فما في مثلا الفرنسي سموه كيلاس بطليني سموه تستاتا الشرقي سموه وش السيلاندر يعني عنده تسميحا سموه كيلاس تونس كيلاس هذية عنده علامات نجم تفهم بها اللي هو ما زال فيه يعني يعني يخدم السيارة ما تسخنش ولا معادش فيه عندنا مثلا مثال الكيلاس هذية عندنا ريبير هذي هوا تشوف فيها بصبعي هذية هذية يجب أن تكون عالية هذية يجب أن تكون عالية كي تكون عالية شوية معادها كيلاس أبس عليه أختها فما أختها من جريها الأخرى اللي هي هذي عالية هذية يجب أن تكون عالية شوية هذية يجب أن تكون عالية شوية من طابع بالضبط هذية يجب أن تكون عالية شوية مثلا لبس عليه مستوى دار يعني ما زال أصلي طبعا نقول لكم ما الفرق بين هذا وهذا هذا هذا يجب أن تكون عالية شوية تكون يجب أن تكون عالية شوية فيها هذه العلامة تكون غارقة كانت تكون مسلوية قد قلت أن نركم واحدة اخر مسلوية معتها كرام عشي ينفع وهنا نشوف دورات البلاست الجواء هش متاكل هش مسوس منه في المكان المجاري متاع الماء يكون مش مسوس هذه حاجات التي يثبت فيها ويفهمها هو عنده دور ريبير هذا علامة وهذه علامة منه يجب أن يكون الزوز يعني عالي مستهل هذا كلاز وهذا كلاز كلاز ويستلسaved هذا كلاز يستلسaved ليس مسوس ومتاكل لا يوجد براحلة ثالثة وأحذرنا الكلاس لا يوجد فيه فائدة وتعب ويتغير كان هذا كلاز هنا نقارن الكلاس لنقارن المائت نجعل هذه الممسوحة أخرى من خرطين واخر خرطين من خرطين نرى أنه لا يعيش فيها هذه علامة أنه لا يعيش فيه ميت لا يعيش يصلح للمحرك السيارة لأنه يولد السيارة تسخن إن شاء الله نكون ورناكم وعرفناكم ما هو الفرق بين الكلاس الذي يزال الشغل السيارة رأي هنا السوس رأي هنا السوس والمسوس هنا لا يعيش يصلح حتى لو معوج لا يعيش يصلح رأيت السوس فهما فرق بين ذلك وبين ذلك رأيت هذه الدورة ورأيت هذه الدورة رأيت كلاس والمسوس لا يعيش يصلح رأيت هذه الدورة تقه سليمة والربار تقه عالية هنا تقه الربار لا يعيش فيها بكل والسوس موجود في السخب كل مجاري الماء كل مجاري الماء كل السوس لا يعيش فيها مخروط على الأخر يعني ممسوح مسحة على الأخر فهما فرق بين هذا المسوس وبين هذا اللي اللبس عليه اللي هو فيه ربار عالية المكان المجاري الماء كلها سليمة كلها فيها السوس ورناكم كلاس نص 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 هذا مثلا كلاس نص 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 الربار يمتعوا اشتر هذا مخروط مرة ممسوح مرة ممسوح مرة لكن رغم الممسوح لكن الواحدات تصل إلى الجوان شوفوا الدورة متع الماء وسط الاجباء يعني يعني حتى في المسحان النجم يركب هذا النجم يرجع للمحرك إنما يعني بشترك بها يجب ان تشارجي هضمه هضمه سيئي معايش يصلحو المتنينة هنا مثلا الدورة متع جبان شبتوها الدورة متع جبان وصلت على الأخر يسم سوسة معاش فيها رغم الكلاس ما زال يعني ينجم يمشي لكن من كتر السوس الماء اللي هو معاش فيه طبعا الكلاس هضمه معاش فيه صحيح لله للمحرك شوفوا هذه مثلا واحدة وسط للأخر مستبتو فيها شفتها لأن الدورة متع جبان هذه وسط الحشية متع الماء يولي الماء يخرج للبيصان معاش يعطي فايتة هذه مثلا الكلاس هضمه هذه وسط للأخر وسط الحشية كيف هذا الكلاس في العموم ما زال به ما زال يمشي هناك السوس في الماء أثر عليه يعني كلاس نشو السماء فهما يحب شرجيه مثلا يلحمه باللحام وعاودي أخر طب فهما يقول لا 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 يمكن فهما يمكن فهما يمكن فهما في مكان بعيد فهما يمكن نجمه يعبيها باللحام ويمشي به يعني يمشيه وسط المكان المروحي أما كابش يعمل عليه مثلا في الصيف لا 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 يعني يعني إذا أمريكم إذا جاء يعني هناك ثلاثة نمج من نوعية الكلاس يعني ما زال يخدم والكلاس اللي يجب إن شاء الله نكونوا أفضتنك من الان استفدتم وتنجموا سوى كنت ميكانيكي او كنت صاحب سيارة عالية تنجم تشري كلاس اللي هو التستاتا وانت متطمن يعني بالتطفى محاجات داخلية اللي هي مثلا تكسيرها الداخل ولا كده لي ما تنجم تعرفها الا ما يركب الكلاس مكانه في المحرك ويتخدم المحرك حتى تلزى للخراط يقول لك هذا يعني متخافش باي وساعتي يطلع سرطا لان هو بيدو ما ينجم تبع عندوش الا اللي هي بشي يجيز بها الضغط انتع المحرك والضغط انتع الماء واسخانة الماء اللي تكون موجودة في المحرك بشي النجم هو يتستي اذا كان فيها تكسيرة من داخل ولا لا نصنع نكونوا اعطيناكم فكرة بايه مستفدت بها وممكن العادة اللي عنده ما يتشاره ولا عنده ما يسأل ينجم يكتبيوه ونحول له نجاوبه ونعاونه وفقدر المستطاع والسلام عليكم وعلى الله وبركاته اشتركوا في القناة ورنكم الكلاسات سترقوا المحرك اللي ورنكم الكلاس متاعه هذا المحرك الريز نف اللي هو قريبونه المحرك هذي مراكم به الكلاس خول اللي وريتها لك بالعكس يعني نورتها لكم من تحت وهذا منفوق محرك مثلا ريناو 19 وواريتكم الكلاس متاع اللي هو اللي اللبس عليه هذا المحرك الكلاس الثاني الذي يبرده لكم هو مجرد من الهاتف ويقوم بعمل عدة حاجات هذا يكون مغطي بكل كثير متاعه الادميسيون لكي تكون حصة الفائدة قابل ترجمة نانسي قنقر